موسيقى مجز لهم الأخبار أهلا بكم قالت مصادر محلية في محافظة عمران أن الميليشيا الحوثية شنت هجوما على مناطق ذو سودة في المحافظة نتيجة لرفضهم الخضوع للميليشيا في فتح الطريق إلى منطقة حجور وأبدت قبائل قفلة عذر وذو سودة وذو نحزة في محافظة عمران رفضها استخدام الميليشيا الحوثية راضيهم منطلقة للعدوان على قبائل حجور في محافظة حج المجاورة أصيبت امرأة بانفجار لغم أرضي في ريف جنوب مدينة تعز وأكدت مصادر محلية إصابة فاطمة محمد البالغة من العمر 45 عام بانفجار لغم زرعته الميليشيا الحوثية في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم قدم العميد عبيد الأثل استقالته من مهامه قائدا لمحور الصعد العسكري شمال البلاد لأسباب عدة من أبرزها تهميش قيادة التحالف العربي للمحور وفقا لمصادر مقربة وبعث العميد الأثل مذكرة تضمنت استقالته للرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن ووزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وحث فيها على تعيين قائد آخر في مهامه اتهمت الرباعية الدولية اقتصادية خلال اجتماع الله في الرياض اتهمت الميليشيا الحوثية الانقلابية بتهديد المدنيين والاقتصاد اليمني من خلال الأعمال التي ارتكبت ضد البنوك واعتقالها لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء وطالبت الرباعية في بيان الله برفع التدابير التي فرضت على البنوك المحلية في صنعاء والتي تعيق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دهر من دار برادهان خلال لقائه وزير النفط اليمني أوسي العود في العاصمة نيو ديلهي ان بلاده ترغب في استيراد النفط والغاز اليمني واكد الوزير الهندي انه تم اجراء لقاءات عديدة مع شركات النفط والغاز الهندية الكبرى وابرزها شركتا رينينيس جايل لبحث سبل تعزيز العمل الثنائي في مجال شراء النفط والغاز اليمني وقع اليوم بمدينة سيئون اتفاقية لتنفيذ مشروع النقدي مقابل العمل الممول من المنظمة الدولية للهجرة بمدينتي المكلة وترين بمحافظة حضرموت والذي يستمر لأربعة أشهر في مجال إزالة الأنقاض ومخلفات الهدم والقمامة التي خلفت الحروب والعاصير الأخيرة ويهدف المشروع إلى دعم صمود المجتمعات والفئات المهمشة والنزحين من خلال الدعم النقدي مقابل العمل حيث يبلغ إجمالي عدد المستفيدين منه ثلاثمائة وخمسون من الرجال والنساء شارك طلاب اليمن في جامعة بوتر الماليزية اليوم في المهرجان الثقافية الدولية 2019 الذي ينظم اتحاد الطلب الأجانب بمشاركة أكثر من عشرين دولة وبحضور 32 شخصية دبلوماسية من مختلف دول العالم من بينهم 13 سفيرة وشهد السفير اليمن لدى ماليزية الدكتور عادل با حميد بما قدمه طلاب اليمن في المهرجان من الموروث الثقافي والمعماري اليمني الأصيل ختام الموجز دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر